وليه عم بيسأل المسيح على الوصاية في رمية سبعة حبائي يقول الكتاب الوصية هي مقدسة عادلة وصالحة في الإصحاح السابع نموس الرب كامل وباستمر بقول النموس طبعا يعني كامل ونموس الرب حسن والنموس أيضا روحي كل هذه المواصفات لكن النموس يعني بتعصر في وحدة أو بتكسر وسطية تكسرت كل الشريعة فالفكرة أنك عشان تدخل ملكوت الله لازم تكون كامل والكتاب المقدس حسم الأمر أنه ما في أي إنسان في هذا الوجود كامل الرسول يعقوب إصحاح 2 بيتكلمها بصيغة يمكن أجمل يقول لأن من حفظ النموس كله يعني كل النموس وعثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل يعني في كل النموس صار مجرم لأنه بأعمال النموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه لأنه بالنموس بكل بساطة معرفة الخطيئة يعني أنا ابتديت أميز لما النموس بقولي لا تقتل لا تزني لا تشتهي كل هذه الأمور أنا ابتديت أدرك أنه عم بوضح إذا فعلت هذه الأمور عم بوجهني فالنموس هو مثل مرآة عم بوريني طبيعتي عم بوريني خطيتي بس النموس أيضا بوريني عجلي أنه أنا إنسان عاجز عن هذا الكمال ومع أنه بحاول أنه أصل لهذا الكمال لكن هذا الكمال بضلني عدم الكمال أنه للوصول إلى الله فإذن النموس عم بقولي أنت عاجز بوريني أنه مش قادر أصل لصلاح ولا كمال لأله وفي نفس الوقت النموس عم بيأشر لي بقولي في واحد اللي هو يعني تمم كل النموس لأنه لحيد الكامل هو شخص الرب يسوعه لطبق كل النموس مرة ثانية الخلاص هو عن طريقين إما أنك تكون كامل يعني حافظ النموس بحسب كيف الله بشوف قلب قلبك والدافع في داخلك وهون الكتاب حسم أنه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ومكتوب لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتدى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها فإذن الخلاص هو بدم المسيح الخلاص هو بنعمة المسيح الخلاص أحبائي هو بالإيمان بيسوع المسيح الإيمان الكامل شو أنه أنا أولا أعترف أنه أنا عاجز أصل لالله وأنه خطيتي فاصلة بينه بين الآب وأنه استحالي أصل للرب بكمالي أنا وبأسلوبي أنا وأنه استحالي يكون عندي البر اللي الله يعني حتى إشعياء النبي قال جميع أعمال برنا كخرقة نجسة يعني نجسة أمام الله هذا البر فكم بالحر المصايب ومئة ألف داهي اللي موجودة فينا والقلب المزلم من جوا ومين بيعرف يعني الخطيئة مش بس الشيء اللي أنت بترتكبه ضد في حق الله وجميعنا ارتكبنا فالخطيئة هي الانفصال عن الله الخطيئة هي الاستقلالية عن الله الخطيئة هي إخطاء الهدف والخطيئة هي ضد كمالات الله وهي ضد صلاح الله وهي ضد مجد الله الخطيئة بكل بساطة في أي شيء صغائر كبائر مميتة عريضة أي خطيئة هي إهانة موجهة للقدوس البارد بلا خطيئة فالله يعني استحالي حتى السماء في نظر الله غير طاهري حتى السماء نجسة أمام الرب فأنت جاي على إيه يعني تقول إمتى بتعرف إنك إنت وصلت إلى درجة الأعمال إنك ترضي الله إنت إمتى وصلت إلى درجة البر اللي تستطيع أن ترضي الله وهل الذبائح هي مسرة الله الله لا يصر بموت الشرير بل أن يرجع يعني رجوع الإنسان مثل ما هو أنا مثل ما أنا أنا عاجز خلاص أنا وصلت زيرو صعب أرض الله ولا في أي شيء حتى بري يعتبر إهانة موجهة ضد الله موسيقى موسيقى موسيقى